بيبدأ المسلسل ببنت اسمها بافي وولد اسمه سايروس واللي بيكونوا ماشيين في الشارع بس فجأة بيظهر حد بدراجة نارية وبيبقى هيخبطهم فبتزعق له بافي لكن الشخص ده لما بيرفع الخوزة بيكتشفوا انها أندي صاحبتهم ولما بتضحك وبتعتذر لهم وبتقول لهم انها لسه بتتعلم بتسألهم لوكاية الدراجة النارية بتاعتها عجبتهم فبيبان عليهم انهم متحمسين جدا لكن بافي بتلمح عجلات المساعدة وبتحبط وبتضحك أندي وبعدها بيكتشفوا ان أندي اشترت الدراجة بتاعتها من غير ما تقول لمامتها فبيقولولها ان لمامتها مش هتوافق انها تحتفظ بيها لكن أندي بتقولهم ان عندها 13 سنة وان ده معنا انها مراهقة وانها هتتمرد فبيقول لها سايروس انها ممكن تحط طلق اظافر اسود او تغير تسريحة شعرها لكن مش بدي جيد دراجة نارية فبتقول له أندي ان لمامتها طلوقتي بترفض اي حاجة هي عاوزها وانها المرة دي قررت انها مش هتسألها وهتجيب اللي هي عايزها على طول لكنهم لما بيوصلوا البيت أندي بيسألوها لو لسه عندها الشجاعة انها تواجه مامتها بالموتسكل بتاعها الجديد بس بيبانا على أندي انها خايفة وبيقترح عليها سايروس انه يخبها لها في الجراج بتاعهم فبتوافق على طول وفجأة بتقرب منهم واحدة بموتسكل تاني ولما بتقلع الخوزة بتكتشف أندي انها بيكس اختها الكبيرة فبتجري عليها وبتحضنها وبتعرف صحابها عليهم وبتطلع بيكس فاكريهم ولما بتسأل بيكس على الموتسكل لو كان بتاع سايروس بتشاور له أندي علشان يجزب ويقول ان هو بتاعه وبعدها بيدخل البيت مع بعض وبيفرح أبو بيكس لما بيشوفها بس ماميتها سيليا بتسألها هي تمشي أمتى فبتقول لهم بيكس انها ناوية تقعد معهم على طول فبتفرح أندي جدا بس بتقول لبيكس ان قضيتها معددش موجودة وان هما باعوا كل حاجتها فبيقول لها باباها ان عندهم كان بتقدر تنام عليها بس بيكس بتقول لهم انها قررت تلاقي وظيفة وتستقر وتزبط حياتها وبعد شوية بتبقى أندي في قضيتها وبتعمل اسويرة من روباط الجزمة وبتستغرب بيكس لما تشوفها بس أندي بتقول لها انها تقدر تعمل اساور من اي حاجة هي عايزها زي المجلات وغطيان ازايس السودا فبتعجب بيكس بالفكرة وبتاخد منها الاسويرة اللي هي عملتها وبتوعدها اندي انها تعمل لها حاجة مميزة عشان خطرها وبتتفاجئ كمان بيكس لما بتلاقي اندي محتفظة بكل الاسكارفات اللي هي كانت بتبعتها لها وهي بتحضر الحفلات والمهرجانات اللي في الولاية وبتتحمس بيكس وبتروح تجيب الصندوق اللي في ذكرياتها وهي مراهقة علشان توري الان بس سيليا بترفض وتقول لي بيكس ان اندي ما ينفعش تشوف اللي جوه الصندوق فبتسيب بيكس الصندوق وتخرج بس اول ما مامتها سيليا بتخرج برا القوضة بترجع على طول تغدو وبتروح قوضة اندي وبتفرجها على صورها وهي مراهقة وبتبقى اندي منباهرة بحياة بيكس متضايقة من حياتها المملة بس بيكس بتقول لها انها موجودة وانها هتساعدها تغير حياتها وفجأة بتلمح بيكس صورة ولد اسمه جونا بيك في اللابتوب بتاع اندي لكن اندي بتتكسف وبتجري تحضن اللابتوب وبعدها بتاخد بيكس اندي وبتقول لها انها محضرة لها هدية عيد ميلادها وفجأة بتلاقي اندي جونا بيك قدامها فبتتصدم وبتقول لها بيكس انه هيدربها على لعبة الطبق الطير لكن اندي بتبقى متوترها وخايفة وبيكس بتشجعها بتروح اندي تلعب معاه بالطبق الطير مش بتبقى عارفة تعمل اي حاجة في الاول بس بعدها بتتحدن وبتبقى بيكس في الوقت ده بتصور اندي وبتعمل لها ذكريات مع شخص اللي هي معجبة بيه وبعدها اندي وجونا بيخلصوا تدريب وبيبقى جونا فرحان باندي وبيقول لها انها شطرة في اللعبة دي وبيطلب منها انها تنضم الفريق بس اندي بتبقى مترددة وفجأة بتيجي امبر صاحبت جونا وبتهزر معاه وبتعرف اندي اني امبر طالبة في المرحلة السنوية فبتتضيق وبتغير وبتسيبهم وبتمش لها بتروح وراها بيكس ثمها اندي وبتقول لها انها احرجت واني جونا عنده صديقة فبتحاول بيكس انها تحسسها بامتها وبتقول لها انها افضل من حبيبته بس اندي بتتعصب وبتقول لها انها ملاش قيمة لكن بيكس بتبقى مصر ان اندي محتاجة لحظات زي دي علشان تكره وبتقول لها انها هتساعدها لكن اندي بيبقى عندها رأي تاني وبتقول لها انها مش شبهها وان حياتها مفعش مغامرات رائعة زيها وبتبها وبتمش لكن اندي لما بتوصل البيت بتلاقي رسالة من جونا فبتفرح جدا وبالليل بتلاقي اندي بيكس بتلمي هدومها وبتمشي فبتروح تطلب منها انها تفضل معيها لكن بيكس بتقول لها انها بتضمر لها حياتها فبتقول لها اندي ان جونا بعت لها رسالة فبتقول لها بيكس انه طلب رقمها منها فبتفرح اندي جدا ان جونا طلب رقمها وبتكرر الجملة كذا مرة وبتقول لي بيكس تفضل مدام كل حاجة ماشية كويس لكن بيكس بتقول لها انها بتضمر لها حياتها من اول يوم هي تولدت فيه ومش بتبقى أندي فاهمة بيكس بتتكلم عن ايه فبتطلع بيكس بالسندوق بتاعها وبتطلع منه الصورة ليها وهي في المستشفى وشايلة طر وبتقول لأندي ان الطفل اللي هي شايلة يبقى هي وانها مش قطعة كبيرة وانها ما متها فبتصرخ أندي وبتنادي على سيليا وبتقول لها اني بيكس بتقول لها انها ما متها لكنها بتلاقي سيليا مش بتنفي الكلام ده وبتلوم بيكس عشان قالت لها فبتتعصب عليهم كلهم وبتقول لهم انهم لهمش حق انهم ما يتدايقون لأنهم بيكذبوا عليها طول عمرهم وبتستنى حد فيهم يكذب الكلام ده لأنها بتلاقيهم كلهم ساكتين فبتسيبهم وتمشي لكن بيكس بتروح وراها قضيتها اللي في الجنينة وبتبقى منبهرة بيها لأنها مليانة حاجات أندي هي اللي صنعتها بنفسها وبعدها بتعتذر لها بيكس لكن أندي بتقول لها انها تحولت في نظرها من أفضل أخت في العالم لأم تخلت عن بنتها فبتدفع بيكس عن نفسها وبتقول لها انها ما تخلتش عنها وبتسألها لو كانت عايزة تحكيلها اللي حصل لكن أندي بترفض تسمعها وبتقول لها بيكس انها تحكيلها لما تبقى مستعدة وبتقول لها انها بتحبها واتفضل تحبها دايما وبتخرج من قوضيتها وهي بتعيط وتاني يوم بتروح أندي لمدرسة وبتلاقي سايرز جايب لها الموتسكل بتاعها بس بوفي بتسألها هي ليه مش بترد على تصلاة فبتقول لها أندي انها حصل لها حاجة كبيرة وتبقى تحكيلها بعدين وبعد المدرسة تروح أندي لجونا عشان تتدرب معي وبتلاقي مجاهز لها تشيرت الفريق واللي بيبقى مكتوب عليه أندي مان وبيكون دا الاسم اللي بيكس متعودت نديها بي وبعدها بيتدرب أندي مع جونا وبتبقى مبسوطة وبعد التدريب بتقرر أندي انها تتخلص من عجلات المساعدة اللي في الدراجة النارية بتاعتها وبترجع بيها لبي ولها بتلمها سيليا بتقول لها أندي أنها تحتفظ بي برضو فبتحاول سيليا أنها تتكلم بعها بهدوء وبتقول لها أن اللي حصل مش هيغير حياتها أن كل حاجة هتفضل زي ما هي لكن قادي بتتريق عليها وبتنديها بجدتي وبتسيبها وبتمشي وبعدها بتدخل بيكس على أندي قوضتها وبتسألها لو كانت عاوزة تعمل لها الإسوار المميزة فبتديها الأساور اللي كانت في إيدها هي وأندي هما في المستشفى فبتفرح أندي إن بيكس لسه محتفظة بيهم وبتسألها عن باباها لكن بيكس بتتوتر وبتقول لها أنها مش مستعدة تحكي لها عن باباها دلوقتي وبتطلع من القوضة بسرعة وبالليل بتستنى أندي لحدها بيكس بنام وبتسرق منها الصندوق عشان تعرف مين باباها وبعد كذا يوم بتروح أندي لصحابها بافي وسيرس وبتحكي لهم على أنها انضمت لفريق الطبق الطاير مع جانو لكنهم بيتصدموا جدا لأن جونا أكتر واحد مشهور في المدرسة فلأن أندي مش بتحب الرياضة لكن بافي بتبقى حاسة أن أندي لسه عندها أسرار وبتحاول أندي إنها تحكي لهم على بيكس لكنها مش بتقدر تسقو على الغدى بتسأل بيكس أندي لو كانت قالت لصحابها على إنها بنتها لكن أندي بتقول لها إنها حاولت وما إدرتش إنها ما كانتش عارفة هتقول لهم إزاي إن أختها طلعت أمها وإن أمها طلعت جدتها لكن سيليا بتتدايق وبتقول لها إنها مش جدتها وبيقطعهم أبو بيكسو بيقول لأندي إن سيليا بتتدايق لما بتناديلها باسم جدتي وبيقترح عليها تناديها باسم بابس وهم بيتغدوا بتبقى بيكس مبسوطة إن هما كلهم تجمعوا مرة تانية وإن أندي عرفت إنها ممتها لكن الوحيدة اللي بتبقى متدايقة هي سيليا لأنها فقد الأمل في بيكسو كانت عاوزة تنجح المرادة في تربية أندي وعلى الغدى بتلاقي بيكس العيلة كلها بتلعب لعبة الزاكرة وكل واحد فيهم بيقول اسم عاصمة ولاية بالترتيب الأبجادي فبتستغرب بيكسو بتلوم سيليا لكن أندي بتقول لها إن الفكرة فكرتها هي فلما بتعرف بيكس إنها فكرة أندي بتحاول إنها تشترك فيها بس بتفشل وتاني يوم بعد المدرسة بتروح أندي درب مع جونا لكن بيتكسف أول ما بيمسك إيدها ولما بيستغرب جونا بتقوله إن عندها حساسية لكن جونا بيعجبه الأساور اللي هي لبساها في إيدها فبتقوله أندي إنها هي اللي عملتها وبتوعده إنها تعمل له واحدة وفجأة بيزهر سيروس وبوفي فبتتحرج أندي وبتروح تسألهم هما بيعملوا إيه فبيقول لها سيروس إن هما جايين يدعموها لكن بوفي بتقولهم إن هما جايين يشوفوا جونا فلما بيشوفهم جونا بييجي يسلم عليهم وبتعرفهم أندي على بعض وبيبقوا مبهرين بيه وبعد التدريب بيتكلموا عن جونا وبيبقى سيروس بوفي مبهورين لإنه متواضع فبيقول لهم أندي إنه عنده حبيبة في السنة وإنه اسمها أمبر فجأة بتظهر أمبر وهم بيتكلموا فبيقول سيروس إنها جميلة وبتتفق مع بوفي وبعدها بتجمعها في قضة أندي اللي في الجنينة وبيتكامله كلام على أمبر وجونا وبتقول أندي لبوفي إنها هتعمل إسويرة لجونا بس بوفي بترفض الفكرة وسيروس بيلاقي السندوق بتاع بيكس وبيشوف سورتها مع طفل صغير ولما بتزعق له أندي وبتطلب منه يسيب السندوق مكانه سيروس بيقول لها إنه شاف اللي جوه وبيطلع سورة بيكس وبيديها البوفي واللي بتنبهر لما بتعرف إن بيكس عندها طفل سري لكن أندي مش بتقول لهم إن الطفل السري ده يبقى هاية وتاني يوم بتروح أندي لبيكس وبتع تزرل لها لأن أخيتي السندوق من وراها وبتقول لها إنها ما شافتش اللي جوه بس بيكس بتقول لها إنها ممكن تفتحه عادي وبتتحمس أندي وبتفتحه ولكن بيكس بتقول لها إنه ما فوش سورة بابوها وإنها خبت الصورة فبتتديق أندي وبتديع السندوق بتاعها وتاني يوم بتروح أندي التمرين ومعها الإسوارة اللي عملتها الجونا وبتلبسها له فبتعجبه جدا وبيشكرها وبيحضنها لكن أمبر بتشوفهم في الوقت ده وبتروح طعاية ولما بيشوفها جونا بتسأله لو كان لسه بيحبها فبيأكد لها جونا إنه بيحبها فبتطلع أمبر بقلم من الشنطة بتاعتها وبترسم على إيده قلب في حرفها وحرفه وبتسأله عن الإسوارة اللي في إيده هل عاشا بتبقى بيكس مستعدة لعبة الزاكرة ومعها ورقة كتبة فيها كل عواصم الولايات بس بتتفاجئ إنهم المرة دي هيراجع الجدول الدوري وبتفرح سيريا لما بيكس مش بتعرف تقول حاجة بس أبو بيكس بيغششها وبيبقى كاتب لها ورقة بأسماء العناصر فبتتبست إنها بقت فرد من العيلة وتاني يوم بتروح أندي مع بافي وسيروس مطعم وبيبقوا مهتمين جدا بالطفل السر بتاع بيكس وبيسألوا عنه أسئلة كتير لكن أندي بتشوف أمبر صاحبة جونا وهي لابسها الإسوارة اللي هي اديتها لجونا وبتتدايق وبتقول لأصحابها إنها هي الطفل السر لبيكس وإن أمبر لابسها الإسوارة بتاعتها بيتسدموا وبتقول لها بافي إنها حذرتها وقالت لها ما تعملوش حاجة وبينسوا إنه أندي قالت لهم إنها هي الطفل السر لبيكس إن أمبر في الوقت ده بتبص لأندي بتحدي وبتدايقها وبتبين لها الإسوارة وبتفضل تبص لها كتير وبتبقاش أندي فاهمة هي عملت لها إيه وبتبقى عاوزة تمشي لكن بافي بتقول لها إنها لو خرجت من المطعم أمبر هي اللي هتكسر تقتنعه وبتبدأ أمبر تضحك لها وتشاور لها فبتعمل أندي زيها بس سيروس بينتبه إن أندي كان بتقول لهم حاجة قبل حكاية إسوارة أمبر وبيسأل أندي عليها فبتقول لهم إنها الطفلة السرية لبيكس وبتكمل بص الأمبر تاني يوم بتتكلم أندي مع سيليا وبتقول لها إنها ما عادشا هينفع تقول لها ماما تاني فبتطلب منها سيليا إنها تنديها بإسمها وما تنديهاش بإسم جدتي فبتبقى أندي مستغربة الموضوع في الأول بس بتوافق وفاجأة بتدخل عليهم بيكس وبيبقى معاها بسكوت وبتطلب منها أندي واحدة بس سيليا بترفض فبتدي لها بيكس بسكوت من وراه وبتقول لهم إنها تبدأ شغل جديد وإن عندها علاقات جابوا لها شغل بسرعة وبعدها بيتروح بيكس الشغل وبنعرف إنها تشتغل في محل بيع أزياء تنكرية وكمان عند بنت كانت هي جاليسة الأطفال بتاعتها وبتطلب منها البنت دي إنها تنظف لها الأقنعة وبعد كده بتروح تاخد أندي من المدرسة وبيكون معاها الموتسكل بتاعها فبتخاف أندي وبتسألها لو كانت خدت رأي سيليا لكن بيكس بتقول لها إن هما مش هيقولوا لها وفجأة بتلمح بيكس أمينية المكتبة العجوزة فبتقول لها أندي إنها شبه اللي بيطلعها في أفلام الرعب لكن أندي بتقول لها إن عمرها ما تفرجت على فيلم رعب وإن سيليا كايب بتمنعها فبتوعدها بيكس إن هما يتفرجوا على فيلم رعب بالليل سوا ولها بتروح بيكس عشان تخنع مومتها سيليا بترفض وبتقول لها إنها مش هتدخل بيتها أفلام رعب وإنها تعرف في التربية أكتر منه إن أندي مش مستعدة تتفرج على حاجات زي دي فبتسكوت بيكس بس بالليل بتروح قضية أندي ومعها اللابتوب وبتقول لها أندي إنها متوترة وبتسألها لو كان الفيلم الكوميدي أكتر منه رعب فبتوعدها بيكس إنها تفضل جنبها حتى لو خايف فبتأول ما الفيلم بيبدأ بيكس بيتنام وبتسيب أندي تتفرج لوحدها وهي خايفة تاني يوم في المدرسة بتبقى أندي نايمة في الحصة ولما بيحاول سيرس يصحيها بتخاف وبتحكي له هو بافي عن الفيلم المرعب اللي بيكس فرجتها عليه واللي بيبقى عن أمينة مكتبة بيتموت الناس اللي بتتكلم في المكتبة بعد شوية بيتنام أندي تاني في الحصة وبيحاول بافي إنها تصحيها بس الأستاذ بياخد باله وبيعاقب أندي وبيقول لها إنها تتحجز بعد المدرسة بعد المدرسة بتروح أندي وبافي للجونة تبقى أندي متضايقة إنها مش تعرف تتضرب وبتقول لبافي إن جونة هيوحشها ولما بيوصلوا هناك بيلقوا سيرس وشوية وبييجي جونة فبتقول له أندي نتحكيته حلو لكن سيرس بينبيها إنها المفروض تحكيله عن الاحتجاز فبتقول له أندي الجونة إنها مش هتعرف تتضرب معاه بس بتعرف منه إن الاحتجاز بيبقى في المكتبة فبتخف جدا وعد المدرسة بتروح وحوه هي خايفة ومش في خيالها غير فيلم الرعب اللي هي تفرجت عليه بتخفح التنفس عشان أمينت المكتبة ما تقتلهاش وفي البيت بتلوم سيليا بيكس لإنها شغلت لأندي الفيلم الرعب ونامت وبتقول لها إنها مش عارفة مصلحة بنتها لكن بيكس بتقول لها إنها بتعلم أندي إنها تبقى شجاعة وإنها هي اللي ممتها بس سيليا بتقول لها إنها كيتممتها وإنها كيتمبسوطة معاها والإتنين بيستنوا أندي تختار من فيهم اللي هي كيتمبسوطة وهي ممتها لكن أندي بتقول لهم إنها مش هتختار وإنهم هم الكبار وإنها مجرد طفلة وإنهم هم اللي حطوا نفسهم في الوضع ده لما قرروا إن هم يخبوا عليها وبتسيبهم وبتمشي لكن بيكس بتنباهر بذكاء أندي وبتقول لسيليا إنها أسكى منهم هما الاتنين فبتقول لها سيليا إنها عشان كده مش عاوزها تاخدها منها لكن بيكس بتطمنها وبتقول لها إنها مش عاوزة تاخدها وإنها بس عايزة فرصة عشان تدخل حياتها وبعدها بتبقى أندي وبيكس بيفتشف الحاجات الأديمة اللي سيليا محتفظة بيها وبتكتشف بيكس إن سيليا محتفظة بكل حاجتها وقيا صغيرة بس أندي بتلاقي ما يوم من ضمن الحاجات وبتستغرب إن بيكس كان عندها الشجاعة إنها تلبسه بس بيكس بتقول لها إنها مش عاوزة وفجأة بتدخل عليهم سيليا وبتقول لهم إنه بتاعها هي وإنهم كانوا بيسموها زمان سيسي وبتطلب من أندي إنها تناديها بالاسم ده وبتاخد المايو وبتمشي وبعد ما بتمشي سيليا بتستغرب أندي إن جدتها اللي بتمنعها من إنها تروح حفلة أو تحط ملمع شفاية كانت بتلبس مايو وبتروح تمسك علبة الباسكوت بتاعت بيكس عشان تاخد منها واحدة بترضى تقول لها مين اللي في الصورة وبتاخدوا الصورة تقطعها وبترميها في الزبالة وبتعرض على أندي إنها تجيب لها بيتزا عشان تغير الموضوع وتاني يوم بتروح أندي مطعم مع صحابها بس بتكتشف إن الكل بيبصلها وبتفكر إن في حاجة غلط بس سيرس بيقول لها إنه حاكل مامتو نيبيكس تبقى موتها وبتلوموا بافي بتقوله إن مامتو مش هتقدر تحتفظ بالسر وإنها أكيد قالت للحي كله لكن سيرس بيبقى شايف إن كده مشكلة أندي تحلت وإنها مش هتضطر تخب ده بعد كده فجأة بيدخل جونا المطعم فبيتخاف أندي وبتتمنى إن الأرض تتشق وتبلعها بس على غير المتوقع بيبقى جونا منبهر إن بيكس طلعت مامت أندي وبيطلب منها إنه تصور معاها فبتشاور لها بافي عشان توافق لكن سيرس بيدخل في الصورة وبيبوزها في البيت بتروح جارت سيليا ليها وبتقول لها إن عرفت إن أندي تبقى بنت بيكس إنها مش بنتها وبتقول لها إنها بقت جدة فبتتضايق سيليا منها وبترش عليها مياه وبعدها بتروح أندي البيكس في المحل اللي بتشتغل فيه وبتقول لها إن جونا عرف إن مامتها وإنه أبسوط بي ده جدا وبتستغرب بيكس إن أندي كايت شجعه وقالت له بس أندي بتقول لها إن مامت سايرة سايرة لقيت لكل الحي وإن الطلاب كلهم بقوا عاوزين يقربوا منها لكن بيكس بتتوتر وبتخاف من رد فعل سيليا وبتستأذم من رئيستها في الشغل وبتاخد أندي ويروحوا البيت لما بيوصلوا البيت بي الله وأبو بيكس محضر الشنط وبتقول لهم سيليا إنه شايفها بقتها بتشكل خطر على الحي وإنه أقنعها إن هم يسفروا فتر وبتقول لبيكس إن أندي بقت مسؤوليتها وبتمشي فبتتحمس بيكس جدا وبتقول لأندي إن هم بقوا في الشقة الوحدهم وبتسألها لو عندها اقترحات يعملوا إيه سوا وبتقول لها أندي إن هم ممكن يتعشوا ويتفرجوا على التلفزيون وإنهم يكلوا حلويات بعد العشر بس بيكس بتقول لها إن هي اللي بقت المسؤولة عنها وبتطلب منها أفكار أكتر وبتقول لها أندي إن هم ممكن ما يتعشوش ويكلوا حلويات على طول لكن بيكس بتحبط وبتقول لها إنه ممكن يعملوا حفلة وبعدها بتاخد بيكس أندي ويروحوا يشتروا طلبات الحفلة من المحل اللي هي شغلة فيه لكن اندي بتبقى متوترة وبتقول لي بيكس انها حاسة ان هما مش المفروض يعملوا كده بس بيكس بتقول لها ان في حاجات كتير هي محتاجة تتعلم وان من ضمنهم انها تعمل حفلة وبالليل بتبقى اندي وبيكس جهزوا كل حاجة وبتكتب اندي بوست على الانترنت لكن بافي وسايرس لما بيجوا مش بيلقوا حد وبتبقى اندي متوترة لان ما فيش حد يحطر لكن سايرس بيطمنها وبيقول لها انه قل ممتوا على الحفلة وفي ثواني بيتميلي البيت نيس وبتبقى اندي مبسوطة والكل بيرقص وعدها بيجي جونا وبيطلب من اندي انها ترقص معي وبتبقى بيكس مبسوطة جدا وشوية وبتيجي انبر لكن ما فيش حد بيهتم بيها وبيبقى تركزهم على اندي فبتتدايق انبر بالذات لان جونا بيرقص مع اندي فبتروح انبر وبتلفت كل الانظر وبترقص في الحفلة وبتبقى اندي متدايقة منها وعاوزها تمشي من الحفلة ومش فاهمها هي جات ليه فبتقترح عليها بيكس ان هما يلعبوا بمعطر الجو وبترش بيكس على انبر وبعدها بيروحوا يتصوروا كلهم وهم لبسين لبس تنقري ومش بترضى انبر انها تسيب جونا واندي يتصوروا لوحدهم وبعدها بتطفي بيكس الانوار وبتلبس اندي لبس في سفوريا وبترقص وبيبقى الكل منباهر بالعرض اللي هي قدمت وبيهتفوا باسمها بس انبر بتتدايق وبتقطعهم وبتخليهم يهتفوا باسم بيكس ووحدها بتسأل عن ابو اندي فبتشاور بيكس الاندي عشان تخرج من الحفلة وبتطفي الانوار بعد شوية بتخرج بيكس ورا اندي وبتبقى متضايقة من انبر لكن اندي بتطلب منها انها تحكي لها عن باباها وفجأة بينادي سايرس على اندي وبيقول لي بيكس ان واباها وممتها وصلوا البيت ويسمعها صوت سيليا وهي بتمشي الكل من البيت فبيجروا يدخلوا البيت لكن سيليا بتزعق لهم وبتسيبهم وبتمشي فبتقترح اندي على بيكس انهم ينظفوا البيت وبتقول لها بيكس انها هتقول ان الفكرة بتاعت الحفلة كان بتاعت بس اندي بتقول لها انها حبت الحفلة وانها عاوزة الكل يعرف انها حفلتها هي لكن بيكس بيقطعهم وبيطلب من اندي انها تروح تنام وبيقول لها انه هو اللي هيساعد بيكس في التنظيف فبتقول اندي البيكس قبل ما تمشي انهم هيكملوا كلامهم بعدين وبتطلب من بيكس انها توعدها وبعد ما أندي ما بتمشي بيسأل أبو بيكس عن الموضوع اللي هيتكلمه فيه فبتقول بيكس لباباها أني أندي عاوزة تعرف من باباها ونها طوال وقت بتسأله وبتقول لها أنا مش عارفة تقول لها إيه ولا إزاي أني باباها ما يعرفش أنه عنده ابنة لكن أبو بيكس بيقول لها أن أبو أندي عارف أنها موجودة وأنه هو اللي قاله فبتتوتر بيكس وبتسأله هو قاله إزاي وقاله ليه لكن أندي بتقطعهم وبتطلب منهم كرة الديسكو عشان تحطها في قضيتها لكن أبو بيكس بيطلب منها أنها تروح تنام وأنه هيبقى يجبها لها وبيكمل كلام مع بيكس بيقولها أنه عنده على الفيسبوك وأنه بيشوفه وبيونشر صور أندي وأنه مفكرها بنته وبيديلها البريد الإلكتروني بتاعه وبيطلب منها أنها تكلمه وتقوله أنه أندي بنته بس بيكس بتبقى رفضه تاني يوم بتسأل بافي أندي عن اللي حصل في الحفلة فبتقول لها أندي أن سيليز علانة منها بس بافي بتكون شايفة أنه دي مشكلة لأنها عندها أمها بيكس كان أندي بتقول لها أن بيكس بتسبب لها مشاكل وأنها مش حاسة أنها ممتها أنها لسه حاسة أنه اختال كبيرة بس سايرس بيقطعهم وبيتكلم مع جونا فبيقول لجونا أنه عاوز تكلم معاه وبيقول له أنه آيرس صاحبة أمبر معجبة بي أنهم عاوزين يخرجوا في معاد مزدوج مع بعض وفي الوقت ده بتسأل أندي بافي ليه هي مش قادرة تبطل تفكير في جونا بس فيه ولد بيقطعهم وبيقول لبافي أن المدير عاوزها فبيتخاف بافي وبتاخد أندي معاها وبيروح وراهم سيرس وبيحكي لأندي عن المعد المزدوج اللي هيخرج فيه وبيسأل أندي عن أي نصايح لكن أندي بتقوله أن سيليا منعها من الارتباط لها حد ما تخلص ثانوي بعد ما بتخرج بافي وبتقول لهم أن المساعدة بتاعت المدير كان عاوزها بسبب شعرها وبيقول لها أن فيه طالب رسب في الامتحان بسبب أنه ما كانش شايف حاجة من على الصبورة بسببها لكن أندي بتستغرب وبتقول لها أن ده أغب حاجة هي سمعتها بيقول لها بافي أنها بتتمنى أنها تتكلم مع متها وبنعرف أن مامة بافي مسافرة بره البلد بقى لها ست شهور وفي البيت بتدور بيكس على أندي لكنها أول ما بتسمع صوت بيكس بتستخبها وأنها بتدخل بيكس الأوضة فبتلاقيها فبتنزل تسأل بابها عليها فبيقول لها أني أندي بتقرى في القوضة وأنها مدورتش عليها كويس وبيطلع لأندي ولي بتكون مستخبية في الحمام فبتقول لها بيكس أنك بتدور عليها علشان يخرجه سوا بس أندي بتبصي لها وبتسكت فبتفهم بيكس أني أندي مستخبية منها وأنها مش عاوزة تخرج معاها فبتزعله وبتمشي وبيسأل جد أندي لو فيه مشكلة بينها وبين البيكس لكن أندي بتقوله أن مامتها وحجاتها وأن شكلها مش هيبقالها قب طول عمرها لكن جدا أندي بيوسيها وبيقول لها أنه موجود في أي وقت تحتاج فبتسأله أندي لو كان يعرف باباك فبيتردد ومبيعرفش يرد عليها تفهم أندي أنه عارف وبتسأله عن اسم باباك لكنه بيرفض يرد عليه فبتزعل أندي ومشي وبالليل بيروح أبو بيكس ليها وبيشجاه عشان تتكلم مع أبو أندي بس بيكس مش بتبقى عارفة تتكلم معه تقوله إيه فبتكتب كلام كتير وبتمسحه وفي الآخر بتبعت كلمة أهلت وتاني يوم في المدرسة بتبعت أندي لبافي رسائل كتير بس مش بترد عليه فجأة بيشوفها سيرس وبيقول لأندي أنها جات المدرسة بس بيكتشفوا أن بافي غيرت شعرها وبتبقى مبسوطة بيه وبتاخد رأي أندي بس أندي بتقول لها أنها كتب تحب شعرها المجاعد أكتر فبتزعل بافي بتقول لها أنها شايفة نفسها حلوة كده وبتمشي وبيلوم سيرس أندي لأنها قلت لها كده ونفس الوقت بتبقى بيكس بس بتبقى خايف فبيشوف بابها اللي هي كتبه وبيكتشف أنها مش كتب غير أهلا فبيلومها لكن بيكس بتقوله أنها معرفتش تكتب حاجة وبتقترح علي أنه يجرب هو بس هو كان مش بيعرف يكتب إيه وبعد المدرسة بتبقى أندي وسيرس مستنين بافي في المطعم لكنها ما بتجيش وبتبقى أندي مستغربة لكن سيرس بيبقى مهتم بالمعادل اللي هو خارج فيه وبيقول لأندي أنه اشترى جزمة جديدة وبياخد رأيها يلبس إيه لكن أندي بتتداق منه وبتسيبه وبتروح لبيكس المحل بس بتلاقي بافي عندها وتاني يوم بت mówią أندي بافي لكن بافي بتقول لها أنها ما خليتش بالها أنها تكلمت مع بيكس كتير وبتاع تزر له فبتسألها أندي هما كانوا بيتكلموا في إيه لكن بافي بتقول لها أنها مش فاكرة وبتقوم علشان تمشي فبتفكرها أندي أنهما يروحوا سوق السلع المستعملة بس بافي بتقول لها أنها عندها واجب مدرسة وبتطلب منها تروح هي الوحدة وفي نفس الوقت بيبقى سيروس في المعادل مزدوج بتاعه بس أمبر بتفضل طول وقت تتريق عليه وبتتريق على الجزمة بتاعته لهم بيروحوا يركبوا الأحصنة في الملاهي بيخاف سيروس وبيعايت وبيطلب إن اللعبة توقف فبيحاول جونان يهدي بس سيروس بيبقى مرعوه ولما اللعبة بتوقف بيخرج برا الملاهي وبيرجع في الجزمة وبيرميها وبيمشي من غيرها ووقتها بتبقى أندي رجعت من سوق السرع المستعملة وبتلاقي بافي وبيكس في الحمام فبتسألهم عن اللي بيحصل وبتلوم أندي بافي لإنها كان بتهرب منها عشان تقضي الوقت مع بيكس وبعدها بتوجه كلامها البيكس فبتتهمها إنها بتاخد صحابها منه لإنها مش عاوزة تخرج معاها لكن بافي بتقول لها إن الموضوع مالوش علاقة بيها وبتسيبهم بيكس يتكلموا مع بعضه وبيمشوا وبعد ما بيكس بتمشي بتقول بافي لأندي إنها حرقت شعرها وهي بتحاول تكويه وإنها ما قادرتش تتكلم مع مامتها وإنها عشان كده راحت تتكلمت مع بيكس فبتلومها أندي لإنها ما طلبتش منها هي المساعدة بس بافي بتقول لها إنها كانت عاوزة تروح تسوق السلع المستعملة فبتقول لها أندي إنها هي أهم من أي حاجة عندها تانية فبتتبسط بافي وبتحضنها وتاني يوم في المدرسة بتروح بافي تتكلم مع مساعدة المدير وبتعرف منها إن الشخص اللي قال إنه رسب في الامتحان بسبب شعرها بتطلع إنه مش قاعد وراها أصلاً وإنها بكده مش مضطرة إنها تفرد شعرها تاني بعد الثلاثة بتروح أندي تدور على بيكس فبتلاقيها مستخبية منها في الحمام وبتقرأ فبتشكرها على عشان ساعدت بافي وحدها بيروحوا يلعبوا مع بعض بالطبق الطاير بس بيكس بترميه من قبل ما أندي تقول لها التعليمات ولما بتروح علشان تجيبه بتشوف أمبر وهي قاعدة مع واحد تاني غير جونا وبترسم له قلب على إيده وتاني يوم بتروح أندي تحكي لبافي وسايروس على اللي هي شافته وبيبقى جونا صعبان عليها فبتقول لها بافي إنها لازم تروح تحكيله لكن أندي بترفض وبتقول لهم إنها بس بتحكيلهم اللي هي شافته لكن بافي بتقول لها إنها أمبر هتفضل تخنه لو هي محكتلوش فبتقترح أندي إنها تسيب له ورقة في الخزنة بتاعته وتحكيله إنها شافت أمبر مع واحد تاني غير بس بافي بتقول لها إن الجبناء هم اللي بيعملوا كاته بتقول لها اندي انها جابانة فعلا وانها بتشوف جونة وهو بيت حي تقرر انها مش هتقوله وتاني يوم في المدرسة بتفضل اندي تبص على جونة وبيبقى صعبان عليها بس جونة بياخد باله وبيروح يسألها لو كانت عاوزة تقوله حاجة فبتقرر اندي بعد التردد انها تقوله انها شافت انبر مع واحد تاني انها كان بترسم له قلب على ايده فبيبص جونة للقلب اللي في ايده وبيزعل وبيقول لها انه هيخسر ايده قبل الحص بعد المدرسة بيبعث جونة رسالها لاندي وبيشكرها انها حكيت له الحقيقة وبيقول لها انه عاوز يشوفها فبتفرح اندي وبتروح له وهي بتجري ففاجأ بتظهر امبر وبتقول لجونة ان اندي لترسل لجارير وذي ده دليل على انها كذاب وانها معجبة بيه فبتفهم اندي ان امبر هي اللي بعتت له الرسالة وبعدها بتسألها امبر لو كانت معجبة بجونة بس اندي بتقول لها انها مش فاهمة هي للحد دلوقتي وقفتها وبتسمع كلامها وانها مش معجبة بجونة وبتسيبها وبتمشي لكن فجأة بتقعها على الارض وبتتحرج لكنها بتقوم تاني وبتكمل طريقها بعد شوية بيكون اندي اهدع في مصرح المدرسة وميه تضايقة فبيدخل عليها جونة وبتستغرب اندي انه عارف مكانها فبيقول لها انه شافت دراجة النارية بتاعتها قدام المدرسة وانه دور عليها لحد ما لقيها وبيقول لها انه جاي عشان يطمن عليها لكن اندي بتتريق عليه وبالذات لما بيقول لها ان امبر عندها مشاكل انها ممكن تكون فهمة اللي شافته غلط فبتقول له امبر انه حبيب رائع وبتطلب منه انه يسيبها ويمشي وبعدها بتروح اندي تحكي لبافي وسايروس عن اللي حصل فبتعتذر لها بافي وبتقول لها انه مكانش ينفع تشجعها لكنها بعد كده بتحول انها توسيها وبتقول لها انها مش نهاية العالم بس اندي بتقول لها انها كاب بتتمنى ده فبتقترح عليها بافي انها تغيب من المدرسة وتمثل انها مريضة وبيدربها سايروس على التمثيل بس التمثيلها مش بيبقى مقنع بعدها بترجع بيكس البيت وبتسمع صوت اندي وهي بتسرخ فبتطلع تجري على قضيتها واول ما بتشوف اندي بيكس بتقول لها انها مش عاوزة تروح المدرسة وبتطلب منها وتسألها شليه وبتقول لها انها كاب بتحاول تتعب نفسها بجد عشان ما تروحش المدرسة فبتقترح عليها بيكس حاجات تعملها عشان يبانى عليها انها مريضة وبتبقى اندي وصحابها منبهرين بيها وتاني يوم بتستغرب سيليا لما بتلاقي اندي مش لابسها هدوم المدرسة بس بيكس بتقطعه وبتقول لسيليا ان اندي هتاخد اجازة يوم واحدة عشان صحتها العقلية بس سيليا بتدهي وبتقول لهم ان ما فيش حاجة اسمها كده وبتطلب من اندي تروح تلبسه دومها لكن اندي بتقول لها انها مش عاوزة تروح المدرسة وفجأة جرس الباب بيرن ولما بتروح بيكس عشان تفتح بتلاقي بوي او ابو اندي قدامها ولما بيدخل وبيسلم على سيليا بتتصدم وبتسأله بيكس وجيه ليه فبيقول لها بوي انها بعتت له رسالة بس بيكس بتبص لمامتها سيليا وبتقول لها انها بعتت شغل كلمة اهلا وفي الوقت ده بيسلم بوي على اندي وبتقرر بيكس انها تقوله على كل حاجة فبتقول بيكس لاندي ان بوي يبقى باباه بس اندي وبوي بيتصدمه وبيعملوا نفس رد الفعل بتاع تعبير الوش وبتخاف سيليا وبتجري لكن بوي بيبقى مبسوط جدا انه عنده طفلة وبيبني انه مجنون اكتر من بيكس وبيطلب من اندي انه هما يقضوا يوم سوا بس السيليا بتور فبتتحيل عليها بوي واندي لكن سيليا مش بتقدر انها تتحمل كل ده وبتسيبهم وبتمشي وبتروح تقطع في الورد اللي في الجنينة وبتقرر اندي لما بتشوفها انها تروح للمدرسة وفي المدرسة بتستغرب بوفي لما بتشوف اندي وبتحاول اندي انها تقول لبوفي وسايرس انها قبلت باباه لكنهم بيقطعوها وبيقولولها ان جونة وامبر انفصلوا وبتتبسط اندي وبتسألهم لو كان جونة هيرتبت بيها بيأكدولها لما بيشوفوا جونة وهو جاي عليها وبيبتسم وبيسيبوهم مع بعضه وبيمشوا وبيقول جونة لاندي انه عاوز يقول لها حاجة بس فاجأة بيظهر بوي معا مساعدة المدير وبينادلها فبيسيبها جونة وبيمشي بتقول مساعدة المدير لاندي انها اخذت اذن من مومتها البايلوجية وانها تسيبها تقضي اليوم مع ابوها بوي فبتخرج اندي مع بابها واللي بيكون منبهر انها فجأة ظهرت له بنت بس اندي بتسأله لو كان عاوز اطفال فبيقول لها بوي انه ما فكرش في الموضوع ده قبل كده وان الكون هو اللي عاوز كده وانه يعرف اكتر منهم وبيوعدها ان هم هيقضوا اجمل يوم كابوه بنته لكن اندي بتبقى متوترة وبتقوله انها مش المفروض تضيع اليوم الدراسي كله فبيتحك بوي بيقول لها نيسيليا موجودة جواها وفجأة بتشم اندي ريحة بطاطس محمرة فبيضحك بوي وبيقول لها انها خارجة من العربية بتاعته وانه بيستخدم ذات التحمير المستعمل عشان يحافظ على البيئة فبتفرح عندي لان بوي بيفكر زيها وبتقوله انها بتعمل اسابر من مواد مستعملة عشان تحافظ على البيئة هي كمان وبعدها بياخدها بوي وبيروحوا الغابة وبيسأل اندي لو كان هو القب اللي كان بتحلم بي بتقوله اندي ان كل اللي هي كان بتحلم بي انها تقابله فبيطلع بوي بالتليفون وبيسجل اللحظة اللي هم فيها وبيبقى عاوز يتعرف على اندي اكتر وبعدها بيسأل بوي اندي لو عندها اي اقتراحات عشان يقضوا يوم ممتع مع بعض بس اندي بتقوله انها ما عندهاش اي فكرة فبيرفع بوي ايدي وبيسأل الطبيعة لو عندها اي اقتراحات عشان تخلي يومهم مميز فجأة بيسمع بوي ستطبلة فبيروح هو واندي ورا الصوت وبياخد طبلة وبيديها واحدة وبيطلب منها انها تعزف مع المجموعة بس اندي بتقوله انها مش بتعرف تعزف فبيقولها بوي انها بنته انها اكيد بتعرف تعزف زيه وبيعلمها ازاي تعزف وبيبسته جدا وبعدها بيروحوا مطعم سوا وبياكلوا بطاطس محمرة وبتعجب بوي جدا وبتقول لاندي انها بتحبها فبيقولها بوي انه هيروح المطبخ ويطلب منهم الزيت المستعمل للعربية بتاعت فبتخرج اندي بتليفونها وبتحاول انها تسأل بفي لو كان جونا قال لها هو كان عاوزها ليه بس بوي بيرجع فجأة وبيسأل اندي هي ليه قلقانة فبتقول له هيا مترددة ان في بلد في المدرسة معجبة بي فبيتحمس بوي بيدفع الحساب وبيطلب منها انها تقوم وبيوصلها للمدرسة وبيبقى عاوز يدخل معاها بس اندي بترفض وبتقوله ان هما ممكن يتقابلوا تاني بس بوي بيقول لها انه هيسافر البيعين مدينة انه عشان كده كان عاوز يقض اليوم معاها فبتقول له اندي انها مش تدخل المدرسة لكن بوي بيطلب منها انها تمشي وراء قلبها وبيطلع الموبايل عشان يصورها بس بيرجع فقراره وبتقول له اندي انها مبسوطة عشان قبلته وبتجري عليه وبتحضنه فبيخرج بوي الموبايل وبيصورها قبل ما تدخل المدرسة واول ما بتدخل اندي المدرسة بتلاقي جونا رجع لأمبر وبعد المدرسة بتروح اندي لبافي وسايرس المطعم واللي بيكونوا عارفوا انه جونا رجع لأمبر وبيقراروا انهما مش هيحكوا الاندي بس أندي أول ما بتدخل بتقولهم إنه جونا وأمبر رجعه وبتسألهم هو كان عاوز منها إيه بس بافي بتحاول تغير الموضوع وبتسأل أندي كانت فنته لليوم فبتقول لها أندي إنها كانت مع بابها وإن ده الخبرة اللي كانت عاوزة بتقوله لهم من الصبح وبالليل بتعود أندي مع بيكس وبيعملوا جرابات للموبايل وبتسأل بيكس أندي لو كان باوي عجبها فبتقول لها أندي إنه عجبها بس أندي بتعتذر لها لإن باوي كان جاية علشان ههي وإنهم مقدروش يقض وقت ساوا بس بيكس بتطمنها وبتقول لها أندي إنها عرفت هي ليه حبته وبتقول لها أن باوي مختلف وإنه مش متوقع وبعدها بتطلب أندي من بيكس إنها تحكي له هم متقابلوا إزاي وبتقول لها بيكس إن باوي كان عامل فرقة إنه كتب أغنية لها وإنه وعدها إنها تبقى أول أغنية في ألبومه وإنه لحد دلوقتي ما عملش الألبوم بتاعه فبتقول لها أندي إنها لو كانت تعرف كنت تطلب منه إنه يغنيها فبتقول لها بيكس إنها تقدر تعمل ده المورة الجاية بس أندي بتسأل بيكس لو هتتوقع إنها تشوفه تاني وبتقول لها بيكس إنها مش عارف وإن باوي غير متوقع زي ما هي قالت وشوية وبتروح بيكس وأندي علشان يرجعوا الأدوات اللي استخدموها في جراب الموبايل بس بيتفاجئ إن باوي قاعد في القوضة وبيقول لهم إنه حب القوضة وبعدها بتروح بيكس تتكلم مع سيليا علشان باوي يقعد معيهم فبيقول لها باوي إنه أجل رحلته إنه هيقعد 3 أو 4 أيام لكن سيليا بتقوله إنها توافق إنه يقعد يوم واحد بس ولما بيضغطوا عليها بتوافق على 48 ساعة فتفرح أندي وبيكس وبيشوفوا إنه هم قدروا يحققوا هدف وتاني يوم في التدريب بتلاقي أندي باباها باوي واقف يتكلم مع جونة وباقي الفريق فبتستغلوا وبتروح تسأله عن اللي بيعملوا فبيقول لها جونة إن باوي هيبقى مدرب الفريق الجديد بتاعهم وبيسأله لو كانت تعرفه فبتقوله أندي إنه باباها وبعدها بتتكلم أندي مع باوي واللي بيبقى منبهر إن أندي تعرف بنفس اللعبة اللي هو بيلعبها وبيقول لها إنه في حاجات كتير مشتركة بينهم بس أندي بتطلب منه إنه يمشي وبتقوله إنه يفيش حد من أولاية الأمور بيتفرج عليهم وما بيتدربوا بس بيقطعهم سيروس وبيتعرف على باوي فبيسأل باوي أدي لو كان سيروس هو الولد اللي هي معجبة بي بس أندي بتقوله لأ أو بتقوله إنها مش هتقوله هو مين بعد شوية بيبدأ التدريب وباوي بيقف تصور أندي اللي بتبقى محرجة وبتطلب منه إنه يوقف تصوير بس مش بيسمع كلامها وبعد التدريب بترجع عندي البيت وبتشتكل بيكسو بتقولها إنها طول الوقت بيعمل لها مفاجآت وبيفضل يسألها عن الشخص اللي بتحبه وإنه كمان بيدرب فريقها وبتقول لها إنه بيحرجها بس بيكس بتقولها إن ده مش حاجة سيئة وإنها محتاجة تتعود عليها بس وإن ده دور الأباء بس أندي مش بتقتنع وفجأة بيدخل أبو بيكسو بيقولهم إن الغداء جاهز فبتسأل أندي بيكس لو كان بابوها أحرجها قبل كده فبتقولها بيكس إنه كان بيحب الرأس وإنه كان دمام بيرقص في حفلتها ومع أصحابها فبيتحكوا كلهم وبينزلوا عشان الغداء وبيكتشفوا إن ريحة الغداء جميلة جدا وإن سيليا مش هي لطبخة فجأة بيدخل عليها باوي بطبق كبير وبيقولهم إنه جاب الوصفة بتاعت الأكل من الورق اللي موجود وراء عيلة بالتوابل وأول ما بتشوف سيليا الوصفة بتتصدم وبتعيط وبتقول لباوي إنها وصفة مامتها وإن عمرها ما عملتها لإنها مش بتعرف تطبخ قوي فبتستغرب بيكسو أنديو بيسأله لو كانوا هياكلوا ولا لا فبتقولهم سيليا إنه هما طبعا هياكلوا وإنها بس متأثرة فبيطلب أبو بيكسو من باوي إنه يعلمه زي يطبخ فبيستغل باوي الموقف وبيقوله إنه مش فاضل قدامه في البيت غير 24 ساعة بس بس سيليا بتقلع الساعة وبتقوله إنه يقدر يقعد زي ما هو عاوز فبيتبسط الكل وبيأكله وبالليل بتبقى أندي قعدة في قضيتها وبتتفرج على الفيديو اللي باوي بصوره لها وهي بتتمرن وبتعيد اللقطة اللي جونا بيظهر فيها وفجأة بتلاقي جونا قدامها فبتخافوا بتاخدوا اللابتوب بتاعها وبتستخبى وراء الكرسي بس بتكتشف إنه حقيقي فعلا فبتسأله هو بيعمل إيه في قضيتها فبيقول لها جونا إنه باوي هو اللي باعته عشان ياخدها وبتتفرج معاهم على فيديو اللعبة لكن أندي بترفض وبتطلب منه إن يخرج برا قضيتها وتاني يوم بتكون أندي قادة مع بيكسو بتشتكلها مرة تانية من باوي وفجأة بيدخل باوي عليهم وبيطلب من أندي إنها تخرج معاه لكنها بتقوله إنها بتعمل نفسها حزام جديد فبيزعل وبيمشي وبعدها بتخلص أندي الحزام بتلاقي باوي عامل لها بسكوت وبتحس بالزنب وبتسأل بيكسو عن مكانه وبتطلب منها إنها لو شفته تقوله إنها خلصت الحزام بتاعها وبعدها بتروح قضيتها بس بتلاقي باوي فتح اللابتوب بتاعها وبتفرج على صورها فبتتدايق وبتاخدوا اللابتوب بتاعها وبتلومه لأن انتهك خصوصيتها وبتقوله إنه بيحرجها فبيعتذر باوي وبيقول لها إنه كان عاوز يعمل لها مفاجأة فبتقول له أندي إنها معادتش عاوزة مفاجأات وبتطلب منه يسيبها في حالها فبيزعل بوي وبيمشي وبتشتكي أندي البيكس بس بيكس بتستأذنها تاخد منها اللبطة وبتلاقي بوي عامل فيديو لأندي مجمع في كل اللحظات اللي كانت بينهم واللحظات السعيدة اللي في حياتها وبيقول إنه كان دايما بيفكر في إنه يسيب أثر في الدنيا وإن أندي هي الأثر اللي هو هيسيبه فبتتأثر بيكس وبتعيط وبتروح أندي تتفرج على الفيديو وبتتأثر هي كمان وبتنزل تدورة على بوي بس تلاقيسها بالبيت وميشي وبعد أسبوع بتبقى أندي أعدى في قضيتها وبتتفرج على الفيديو اللي بوي عامله وبتدخل عليها بيكس وبتلمها لأنها طول الوقت أعدى في قضيتها وأنها تفرجت على الفيديو أكتر من 20 مر بس أندي بتقول لها أن بوي وحشها وأنه بيكرهها وأنها بقعت لهاش حتى رسالة لكن بيكس بتحاول تهون عليها وبتقول لها أنه أسبوع بس اللي عد وبتطلب منها تدي بوي مساحته بس أندي مش بتقتنعها وبتقرر بيكس أنها تشارك أندي الحاجة اللي بتحبها عشان تخرج من اكتئابها فبتأخذها وبيروحوا يشتروا هدوم مستعملة وتاني يوم في المدرسة بتسلم أندي على جونا بس بيتجهلها وأنه مش شايفة فبتسأل بافي أندي عن آخر مرة تكلموا فيها فبتقول لها أنه كان في قضيتها وأنها كانت لبسة البيجامة بتاعتها وهي صغيرة وبعدها بتروح أندي لجونا وبتعتذر لها لأنها خرجته من قضيتها بس الجونا هي اللي بيعتذر لها وبيقول لها أنه كان مفروض يستأذنها قبل ما يجيلها البيت وبيعتذر لها كمان عن اللي أمبر عملته وبتقول له أندي أنها مش عاوزة تتكلم عن أمبر تاني وأنه يقدر يجيلها البيت في أي وقت وبتقول له أنه يقدر يزورها النهاردة بس جونا بيقول لها أنه مشغول وانه لازم يحضر هداية الامبي عشان عيد ميلادها فبتاخد اندي جونا بعد المدرسة وبيروح البيكس المحل اللي هي شغالة فيه وبتقول اندي البيكس انه هما محتاجين هداية الامبر فبتسأل بيكس جونا عن اللي هو محتاجه لكن جونا مش بيبقى عارف وبيقول لها ان امبر مش بتحب اي حاجة هو بيجيبها لها فبتفترح عليه بيكس انه ياخد لها مكياج وبتقترح انها تجربه على اندي وبتفضل وهي بتحط المكياج لاندي تقارن بين امبر واندي وبتقوله ان اندي مش شرطة احلى من امبر فبينبهر جونا باندي بعدها بتحط مكياج وبيقول لها انها جميلة وبعدها بيروح اندي وبيكس المطعم وبتبقى اندي مبسوطة ان جونا بيقول عليها انها جميلة وبتسأل بيكس ازاي عملت ده فبتقول لها بيكس انها تعرف شوية حاجات صغيرة عن الرجالة وفاجأة بتسأل اندي بيكس هي ليس بيتة وهي صغيرة وبتقول لهم انها كانوا هيدوا وقت ممتع مع بعض فبتقول لها بيكس انها تحكي لها بس اندي بتقول لها انها مكادش متوقعة انها هتجاوي وبتغير رأيها وبتطلب من بيكس انها تحكي لها ازاي تخلي جونا يحبها وبعدها بيرجعوا لبيت وبتتدايق سيليا لما بتلاقي اندي حتى مكياج وبتفكر بيكس بانها قالت انها هتقعد فترة صغيرة وهتمشي لكن اندي بتخاف وبتقول لي سيليا ان بيكس هي احسن حاجة حصلت لها وبتطلب منها ما تخلقاش تمشي مرة تانية بس سيليا بتدقي وبتقول لاندي انها عملت ده عشان مصلحتها بس بيكس بيطلب من سيليا انها تسكت وبتقول لها انها ما حكتش لاندي حاجة فبتفهم اندي من كلامهم ان سيليا هي اللي طلبت من بيكس انها تتخلى عنها وهي صغيرة وان مش بيكس هي اللي مشت بإرادتها فبتزعل وتمشي وتاني يوم بتقول بيكس لسيليا ان اندي مش عاوزة ترد عليها وبتطلب ان هم يسيبوها لوحدها وفجأة بتنزل اندي وبتبقى عاملة تسريحة شعر غريبة ولبسة جلد وبتخاف منها سيليا بس اندي بتاخد الخوزة وشنطة المدرسة وبتقمشي بتقول سيليا لبيكس ان اسوأ كوابسها بيتحقق وان اندي تحولت لنسخة منها لكن اول ما بتوصل اندي للمدرسة بتقلع كل اللي هي لبسها وبترجع لاصلها تاني فبتستغرب بافي وبتسألها عن السبب فبتقول لها اندي انها بتعاقب جدتها سيليا علشان خالت بيكسي بعد عنها وهي طفلة من غير ما تسألها لكن بافي بتستغرب وبتقول لها انها كانت طفلة وقتها لكن اندي بتقول لها انها دايقتها وان المشاعر مش بتبقى عقلانية وبعدها بتقابل اندي جونة واللي بيقول لها ان امبر حب الميكاجي اللي هو اشترى لها وانها ما عجبهاش البطاقة اللي هو كتبها لها وانها قالت له يكتب بطاقة تانية يبين فيها مشاعر وبيقول لاندي انه مش عارف يكتب ايه وبيطلب منها انها تساعده وبتوافق اندي وبتقوله ان عندها حصة وبعدها هتساعده فبيشكرها جونة وبيقول لها انها افضل صديقة لي بس اندي مش بتبقى مبسوط وبعد المدرسة بتهرب اندي من جونة وبتلاقي بيكس مستنيها وبتسألها عن اللبسة الغريبة اللي كانت لبسها الصبح فبتقول لها اندي انها كانت عاوزة تخوف سيليا وبعدها بتقول اندي البيكس انها مش عاوزة تروح البيت وبتقول لها بيكس انها هي كان مش عاوزة تروح فبتسألها اندي هيروحوا فين فبتقول لها بيكس ان هم هيروحوا البيت وبتاخدها بيتهم الجديد واللي بيكس أجريتوا عشان يعيشوا في ساوي وبعد فترة بنشوف أندي وهي عايشة مع بيكس لكن البيت بيبقى مش مترتب وهدوم أندي مش نظيفة والبيت بيبقى حالته سيئة جدا وبالليل بتبقى أندي قاعدة بتحل واجب الرياضيات بتاعها ومتضايقة من صعوده ومش عارفة حل وبتقول لبيكس انها ناقصها أدوات كتير وأنها لو كانت في البيت كانت تبقى حياتها أفضل تقول لها بيكس ان هم هيروحوا يجيبوا الحاجات اللي هي محتاجاها وبتستغرب أندي لأنهم بالليل وكل المحلات قفل في نفس الوقت بيبقى أبو بيكس بيتكلم مع سيليا وبيطلب منها أنها تتكلم مع بيكس وتطلب منها أنها ترجع البيت فسيسيليا بتقول إن بيكس لازم هي لتكلمها الأول وأنه مش هترجع البيت تاني وبتزعل وبتكمل الرياضة وفجأة بيسمعها صوت في الجنينة فلما بيروحوا يشوفوا مين بيلهو بيكس وأندي وهم شعالين أدوات من قضة أندي فبتعتذر بيكس ليهم وبتقولهم إنها ما كنتش قصد أنها تخوفهم لكن أبو بيكس بيقول لها إنه عامل لازانيا وبيسألهم لو عاوزين يأكلوا فبتقول له أندي إنها جعينة وبتاخد منه البايريكس وبتاكل منه فبيقول أبو بيكس ليها إنه هم وحشوهم وبيضرب سيليا علشان تقول لي بيكس إنها وحشتها فبتقول له بيكس إنه عمرها ما هتعترق بس سيليا بتقولهم إنه ما وحشوها فبيتصدهم وبتسأل كمان من أندي لو كانت ستزعلانة منها وبتحضنها فبيروح أبو بيكس يحضنها هي كمان وبيطلب منها إنها تفضل معاهم لكن بيكس بتقوله إنه عندها بيتها الخاص وبتاخد أدوات أندي وبتمشي وتاني يوم بتروح بيكس لسيليا وبتعتذر لها لأنها أخدت منها أندي من غير ما تقولها وبتقول لها إن أندي مفتقدها فبتقول لها سيليا إنها كان مفتقدة أندي فبتتمنى بيكس إنه سيليا تحبها زي أنا بتحب أندي وبتمشي وقبل ما بتمشي بيكس بتطلع أندي بتقول لسيليا إنه بيكس كانتها تكشفهم وبعدها بترجع أندي البيت وبتسألها بيكس هي كانت فين لكن أندي بتكذب عليها وبتقول لها إنها كانت عند بافي بيذكروا رياضيات لكن بيكس بتقول لها إن شانطتها منفوخة وإنها كانت عارفة هي فين لكن اندي بتصمم على كذبتها وبتطلب منها انها تتسب ببافي وتسألها بس لبيكس بتقول لها انها شمى راحة منظف وتفتح شنطة اندي وبتكتشف ان اندي كانت رايحة لسيليا عشان تغسل لها وضمها فبتعتذل لها اندي وبتقول لها انها ما كانتش عاوزة تزعلها لكن بيكس بتقول لها انها تقدر تروح لسيليا في اي وقت وانها لو هتزعل فهتزعل لانها بتجزب عليه وبتهذر بعدها مع اندي وبتقول لها تبقى تاخد لسيليا وضمها هي كمان وبالله بتحاول بيكس انها تسخن اللازانيا لاندي لكن الفرن وبيشتغلش ولها بتحاول مع المايكرو ويف بيحصل ماس كهرباء فبتتدائق بيكس وبتطلب من اندي انها تجمع حاجتها وتقول لها انها تسرعت في قرارها وانها تنقلت في بيت جديد بسرعة ولما بترفض اندي بتقول لها ان ما متها وانها عارفة مصلحتها وبعدها بتاخد اندي وبترجعها لسيليا وبتقول لها ان اندي مكلتش ولما بتمشي اندي بتقول بيكس لسيليا ان الاموة طلعت اصعب مما كانت تتوقع وبتمشي وشوية وبتتجمع العيلة كلها وبيعودوا يتفرجوا على التليفزيون لكن سيليا بتلاحظ اللي اندي مش مبسوطة فبتاخدها سيليا وبترجعها لبيكس فبتشكرها اندي بتروح قدتها وبتقول سيليا لبيكس ان الاموة صعبة بس هتقدر تضبط امورها وبتديها منظف الهدوم فبتشكرها بيكس وبعدها بترجع لاندي وبتسألها عن اللي حصل فبتقول لها اندي ندابتها وانها مامتها فبتفرح بيكسو بتقول لاندي ندي اول مرة تقول لها كلمة مامو وبتطلب منها انها تقولها لها تاني وبتحضن اندي وبتبقى مبسوطة وتاني يوم في المدرسة بيبقى يوم الصور السنوي وبيبقى سايرس متحمس جدا وعاوز يتصور صورة حلوة بس لبافي مش بتبقى مهتمة وبتتجادل هي وسايرس لكن المدرسة بيبقى ليها مدير جديد فبيقطعهم وبيعرفهم على نفسه بس فاجأة بيسألهم عن قوانين اللبس في المدرسة وبيعلق على بانطلون اندي وبيطلب منها انها ما تلبسوش تاني دراسة وبيقول لهم انه هيوزع عليهم قوانين اللبس الجديدة بس بيستغربوا ان في قوانين اللبس في المدرسة تاني يوم بتعود اندي وصحابها مع بيكس في المطعم وبيقروا قوانين اللبس وبيبقوا مستغربين لان المدير منع كل اللبس تقريبا حتى الهدوم الواسعة فبتستغرب بافي وبتقول ان المدير ضد الراح لكن أندي بتعلق وهي محبطة بتقول إن أحس إنها في سجن فبتيجي البيكس لفكرة مجنونة وتاني يوم في المدرسة بتروح أندي وبافي وسايرس المدرسة هما لبسين لبس سجن وبيتفاجئ الكل لما بيشوفهم وبيطلب المدير منهم إن هما يروحوا مكتبه وفي المكتب بيرفض المدير إن يسمع طلباتهم وينقشهم فيها وبيقول لهم إن المدرسة بتاعتهم كانت في المركز الثالث إنها دلوقتي بقت المركز العاشر وانا ده السابق اللي خليهم يجيبوا مدير جديد للمدرسة لكن أندي مش بتقتنع إن اللبس لي علاقة بالتعليم وبتقول للمدير إنها مش معترضة على إنه يبقى في قواعد للبس بس هي معترضة على إنها قواعد قاسية جدا لكن المدير بيتجاهلها وبيقول لها إن اللبس اللي هي لبسها مخالف لقواعد المدرسة وبيطلب منهم إنهم يروحوا ويغيروا لبسهم فبتستغرب أندي إن اللبسة عندهم أهم من يفوتوا حصاصهم وفجأة أول ما بيخرج المدير من المكتب وبيلاقيوا طلاب كتير لبسين زي أندي وصحابها ورفضين قوانين اللبس فبتدحك أندي وبتروح تنضم ليهم هي وصحابها وبتقوله إنه مش هيقدر يمنع كل العدد ده من الدراسة وبعدها بييجي جونا وبيسأل أندي عن اللي بيحصل فبيقول له أندي إنه هم عاملين احتجاج بسبب قواعد اللبس القاسية اللي المدير فرضها على البنات وبتطلب منه إنه يلبس وينضم ليهم بس جونا مش بيبقى مهتمة وبيرفض وبيفكرها بصور الفريق لكن أندي بتقوله إنها مش فاضي لكن جونا بيصمم وبيقول لها إنه مش عاوز الفريق يبقى ناقص فبتوافق أندي وفي نفس الوقت بيكون المدير قدام المدرسة وبيلاقي بيكس بتوزع لبس السيجنة على الطلاب وبتشجعهم على الاحتجاج فبيزعق لها وبيطلب منها إنها تمشي وبيهددها إنها هيتطلب لها الشرطة فبتمشي بيكس لكنها بتبقى وزعت كل اللبس اللي معاها وبعدها بتروح أندي عشان صور الفريق لكن جونا بيطلب من أندي إنها تلبس تيشيرت الفريق فبتقوله أندي إنها هتلبس تيشيرت لو هو لبس لبس السيجنة بس جونا مش بيرد عليها وبتسيبه أندي ويمشي وبعدها المدير بيطلب أندي وبيكس في المكتب بتاعه وبتبقى أندي متضايقة إنها فشلت في الاحتجاج وإن المدير هيعقبها وإن ده هيتكتب في السجل بتاعها للأبد لكن بيكس بتطمنها وبقول لها إنه فيش حاجة اسمها سجل للأبد وإن المدارسين بيعملوا ده علشان يخوفوهم وشوية وبيدخل المدير وبيقول لبكس إنه كان بيدور في السجل بتاعها وبيطلع لها سجل كبير فبتتصدم أندي بس بكس بتطلب منه إنها تشوفه بس بيرفض وبعدها بيطلع السجل بتاع أندي واللي بيكون عبارة عن ورقة واحدة تقريبا لكن أندي بتتكلم وبتقول للمدير إنها عاوزة تلبس اللبس اللي بتلبسه كل يوم وإنها هتحترمه جدا لو غير قواني اللبس الجديدة فبيوافق المدير إنه يغيرها في المقابل إنها تقلع لبس السجنهية وزميلها فبتوافق أندي وبتبقى مبسوطة هي وبيكس بدا جدا وبعدها المدرسة بتروح بيكس وأندي وصحابها للمطعم وبيتكلموا عن إنه يوم الصور السنادي هيتعاد وفجأة بيخبط جونا لأندي على أزاز المطعم فبتقول لها بافي إنه أكيد هيعتذر لها فبتخرج له أندي بس جونا بيبقى عاوز أندي علشان يقنعها إنها تعيد معاه صور للفريق لكن أندي بتقوله إنها مش هتتصور وإنها مش عاوزة تكون جزء من الفريق وإنها انضمت للفريق علشان وهو فبيطلب منها جونا إنها متسيبش الفريق علشانه برضو بس أندي بتقوله إن مشكلته إنه متوقع منها إنها توافق على كل حاجة هو عاوزها وإنه عنده حق لأنها بتعمل ده فعلا وإنها عملت حاجات كتير علشانه وهي مش عاوزة تعملها وبتطلب منه إنه يبطل يطلب منها حاجات فبيعتذر لها جونا بس أندي بتقوله إنها مش مشكلته وإنها مشكلة أهية إنها هي اللي هتدفع عن نفسها بعد كده وبتقوله إنها بتبقى متضايقة وهي معاه بس جونا بيقولها إن هم أصحاب فبتقوله أندي إنه عمره هم كانوا أصحاب وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيكون جونا مع أصحاب أمبر في المطعم بس بيتريعوا عليه وعلى اللعبة بتاعته وبتتحك أمبر معاهم وفاجأة بتدخل أندي وبيسلم عليها جونا بس بتعملوا عادي وبتسيبوا وبتدخل فبيزعل جونا وبتلاحظ أمبر ده فبيقولها جونا إن أندي ثابت الفريق وبعدها بتخرج أندي من المطعم هي وسايروس فبيخرج جونا وراهم لكن أمبر بتروح وراه وبتتهم إنه بيحب أندي زي ما هي بتحبه بس جونا بينفي ده وبيتضايق منها وبيمشي وتاني يوم في المدرسة بيتكلم جونا مع سايروس وبيسأل على أندي وبيقوله إنها لسه متضايقة منه لكن سايروس بيقوله إن أندي مش بتفضل متضايقة فترة طويلة وبيقترح علي إنه يروح يكلمها وفاجأة بتبص أندي لجونا وبتتحكله فبيفرح جونا وبيفكرها إنها رايحه له بس بيكتشف إنه كان بتتحك مع بابها واللي كان وراه فبتجري عليه أندي وبتحضنه وبيسلم باوي على جونا بس أندي بتاخده وبتمشي وهم في الطريق بيتأسف باوي لأندي لإنه انتهك خصوصيتها فبتع تزير له أندي هي كمان لإنها بلغت في رد فعلها وبتسأله هو رجع للمدينة وبيطلع باوي سور لبيكسو بيقول لها إنه لقاهم في المدن اللي هو رحة وإنه رجع لها تاني لإنه عاوز يعرف الكون عاوز منه إيه فبتبقى مستغربة أندي بس بتبقى مبسوطة وبعدها بتاخد أندي باوي وبيروح لبيكسو اللي بتبقى في البيت مش عارفة تتصرف مع النباتات اللي معموتها سبتها لها لكن باوي بيقول لها إنه هيعمل ده بدلها وفي الوقت ده بتقرر أندي إنها تقرب بين بيكسو وباوي وتخليهم يرجعوا لبعض تاني وبالليل بيتعشوا كلهم سوا وبتطلب أندي من باوي إنه يغني الأغنية اللي كتبها لبيكس وبتستغرب بيكس لما بتعرف إن باوي لسه فاكرها وإنه مجهز كمان الجيتار بتاعه وبتبقى أندي مبسوطة وباوي بيغني لبيكسو وبعدها بيشغالوا أغاني وبيرقصوا كلهم سوا وشوية وبتسيبهم أندي يرقصوا لوحدهم وبتطلع قضيتها وتاني يوم بتروح تسعحي بيكسو وبتسألها عن اللي حصل وهي متحمسة لكن بيكس بتقول لها إنها هي وباوي مش هيرجعوا لبعض وإنه بالنسبة لها صديق عزيز لكن أندي بتقول لها إنه كان بين عليهم إنهما بيحبوا بعض وأكتر من مجرد صحاب بتقول لها بيكس إنها بتحب وإنها تفضل تحبه وإن المشكلة إن باوي شخص غير متوقع وإنه ماينفعش يكون أسرة فبتزعل أندي لكنها مش بتستسلم وفي الوقت ده بيروح جونا يقابل أمبر وبينفصل عنها وبيطلب منها الإسورة بتاعت أندي فبتتضيق أمبر وبترمهله على الأرض وبتمشي وبعدها بتبقى أندي مع باوي في محل اللبس المستعمل وبتحاول تقنعه إنه يرجع لبيكس وبتقوله إنها بتحبه بس مش بيصدقها وبيطلب منها إنها تقوله كل اللي بيكس قالته فبتقوله أندي إن بيكس مش واسقة إنها تقدر تعتمد عليه فبيقول لها باوي إنه تخلى عن الرحلة بتاعته عشان يفضل جنبهم وإنه تغير وإن بيكس هتلاحظ دمع الوقت لكن أندي بتكون عاوزاهم يرجعوا بسرعة وبتقوله إنه خطته دي هتاخد وقت وبعدها بتسأله عن سعر الجاكت اللي هو بيقيسه فبيدور باوي على التكت بس بيلاقي خاتم في جيب الجاكت فبيسأل أندي لو عارفة ده معناه إيه فبيتقوله أندي إنه لازم يتجاوز بيكس الفيديو ده كتابته سارة شوكت وسجلته أمل عقيل ومنتجه عمر حجاج وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم